كلما حاولت مناطق حزام بغداد تكفكف دمعها مما أصابها من عبث العابثين وتسلط القوات الأمنية عليها أو قدت الميليشيات نار الحرب فيها مرة أخرى فلتكاد تلك المناطق لا سيما قضاء الطارمية أن تنعم بالأمان أو تفكر بالاستقرار فبعد الحصار والمداهمات والاعتقالات التي طالت مدينة الطارمية من قبل أكد مسؤولون عراقيون محليون في المدينة أن حملة اعتقالات عشوائية جديدة نفذتها قوات من الجيش وفصائل مسلحة في مناطق كانت تلك القوات نفسها قد أعلنت تأمينها وتدقيق سكانها أمنيا قبل أيام قليلة تأتي هذه الحملة بعد الهجوم المسلح الذي قتل فيه العميد علي حميد الخزرجي أمر اللواء التاسع والخمسين هذا الحادث سبقته حزمة من البيانات والتصريحات التحريضية ضد المدينة ما يجعل أصابع الاتهام تشير إلى تورط الميليشيات في هذه العملية وللساق تهم الإرهاب بأهالي الطارمية وتبرير عمليات الاستهداف الممنهج دعا النائب السابق حاكم الزامري لتطويق المدينة مطالباً القوات الحكومية بإجراء عمليات قتل واعتقال خلال تلك العمليات وتعد هذه الحملة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر واحد والسابعة منذ مطلع العام الحالي ويتهم السكان ووجهاء قضاء الطارمية الميليشيات بتدبير مقتل الخزرج بسبب تعاونه مع أهالي القضاء وليكون ذريعة لتهجيرهم على غرار ما حصل في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد القوات الأمنية لا تزال تفرد حظراً لتجول الشامل على قضاء الطارمية وشهدت المروحية العسكرية تحلق في سماء القضاء مع أصول تعزيزات عسكرية تزامناً مع شن حملة دهم واعتقالات واسعة ما يعانيه أهالي الطارمية من تهاكات جسيمة دفع بالنشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة حملت وسم الطارمية أهلنا رداً على الأصوات والأقلام الطائفية التي تحرض على أهل الطارمية مسؤول في مجلس مدينة الطارمية المحلي قال إن الناس لا تعرف ما تفعل سوى التفكير في النزوح عن المدينة للعيش بكرامة وفقاً لتعبيره استهداف الطارمية يندرج ضمن الحرب الطائفية التي تشنها الميليشيات على سكان مناطق حزام بغداد منذ عدة سنوات كما أنها محاولة مستمرة لدعم نموذج جرف الصغر على هذا الحزام لإفراغه من سكانه الأصليين